دكرت مصادر رسمية مغربية أن قطاع الصناعة التقليدية يحقق رقم معاملات يتجاوز 8 ملايير دولار سنويا ويساهم في توفير مناصب شغل أزيد من مليوني ومائتي ألف شخص دون احتساب المبالغ المتأتية من بيع هذه المنتوجات للسياح الأجانب داخل السوق المغربي وهو ما يساهم أيضا في ارتفاع مداخل قطاع السياحة الصناعة التقليدية من القطاعات الأساسية في الاقتصاد دينا كتمثل تقريبا 7% من ناتج الداخلي الخام قطاع مشغل كي يشغل جوج فاصلة 3 مليون ديال مناصب ديال الشول قطاع الصناعة التقليدية من الرافعات ديال التنمية السياحية والارتباط اليوم بين السياحة والقطاع للصناعة التقليدية ارتباط أساسي وهيكالي ووفقا لمكتب الصرف المسؤول عن معاملات التجارة الخارجية فإن إجمالي قيمة البضائع التي صدرها المهني والصناعة التقليدية المغاربة نحو الخارج ارتفع بنسبة 32% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري وهكذا فقد تم تسجيل ارتفاع قياسي في صادرات المنتوجات التقليدية للجبس بنسبة 62% والملابس التقليدية بنسبة 60% تقريبا يمكن تسويق هذا المنتوج في معارض دولية أن هذا الانتاج يدار في معارض دولي مثلا في الدول قريبة من ناس بنيا فرنسا إلى آخره ويقع دعاية سياحية من خلال الصناعة التقليدية ودعاية الصناعة التقليدية من خلال السياحة وتعتبر أوروبا السوق الأولى للصناعة التقليدية المغربية حيث تستقطب ما يناهز 50% من إجمال معاملات صادرات هذا القطاع بالإضافة إلى الأسواق الخليجية وكذا الأمريكيتين وإفريقيا وبالإضافة إلى الدور الذي تلعبه على الواجهتين الاقتصادية والاجتماعية فإن الصناعة التقليدية هنا في المغرب تبقى وجها من أوجه الحضارة المغربية العريقة المصطفى العسري قناة الإخبارية الريبا